زيارة هي الثالثة لرئيس الوزراء إلى محافظة حضرموت في الأولى كان برفقة رئيس الجمهورية وكان شاهداً على تدشين الرئيس لإقليم حضرموت كأول الأقالم الستة التي أشرفت السلطة الاتحادية على إعلانها قبل تسعة أشهر من هذا الوقت خلال هذه الفترة المنقضية تعظمت التحديات التي تواجه حضرموت وتواجه معها مهمة بناء الإقليم الأكبر والأهم في البلاد ضمن الدولة الاتحادية رغم الاستقرار النسبي الذي تتمتع به هذه المحافظة بسبب بعدها عن مسرح العملية العسكرية مع الإنقلابيين عقد رئيس الوزراء في المكلة اجتماعاً كرس لإعادة إحياء إقليم حضرموت بحضور محافظي حضرموت وشبوى وغاب عنه محافظ المهرة في مؤشر على حجم الصعوبات التي تعترض مهمة الحكومة في إمضاء أجندتها تأسيساً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد أكثر من عام ونصف على طرد تنظيم القاعدة المراوغ من هذه المدينة بدأ أن التحديات الأمنية والإرهابية لم تنتهي بعد رغم حزمة الصلاحيات الواسعة التي منحت للتشكيلات العسكرية الجديدة التي بنيت تحت أنظار التحالف وارتبطت به تمويلاً ومهاماً أمر دفع برئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة أمنية وعسكرية على مستوى محافظتي حضرموت وشبوى في إجراء فسره المراقبون بأنه يأتي في إطار مساعي الحكومة لاستعادة دورها في واحدة من أهم المهام الدستورية الموكلة إليها والمتصلة بحفظ أمن البلاد اليمن أرض واحدة وشعب واحد هذا ما شدد عليه رئيس الوزراء في حضرموت لأن مستقبل اليمن الجديد كما قال قد حسم في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي توافق عليه اليمنيون داعياً في الوقت نفسه إلى محاربة الأفكار المتطرفة والمتعصبة ونبذها واستنكر بعض الأفعال التي طرأت على ثقافة المجتمع باسم الدين حضرموت أحد الأقالم الستة حقيقة دونها العديد من التحديات التي تخترط أحياناً إلى حد الإرباك بحسب وصف المراقبين الذين يرون أن استعادة المشآت السيادية وتشغيل مطار ريان من المؤشرات الجدية على حقيقة الحضور الذي تمثله الحكومة الشرعية في أراضيها